السلام عليكم أحبائي كيف حالك وكيف الأحوال هذا اليوم سأحكي لكم حكاية جد مشوقة هل تريدون الاستماع إليها؟ إذن فلنبدأ إنها حكاية اسمها دايسامون هيا معي لنستمع إلى الحكاية لكي نتعرف ماذا تعني كلمة دايسامون في غابة هادئة كان يعيش دب غاضب يخيف الحيوانات مر الدب الغاضب قرب الطيور خافت الطيور وقال بعدها لبعض الدب الغاضب مقادم هيا لنختبئ بسرعة مر الدب قرب القرود قفزت القرود إلى الأشجار العالية وقال بعدها لبعض الدب الغاضب قادم هيا لنختبئ بسرعة مر الدب الغاضب قرب الوعود ففرت هاربة خلف الأشجار وقالت بعضها لبعض الدب الغاضب قادم هيا لنختبئ بسرعة كان للدب الغاضب ابن صغير اسمه دايسامون في أحد الأيام خرج دايسامون من مسكني ليلعب في الغابة مشى قرب الطيور والقرود والوعول والتماسيح لكن الحيوانات كانت تقول حينما يقترب منها ابن الدب الغاضب قادم لا تقتربوا منه لم يجد دايسامون أحدا يريد أن يلعب معه الكل يخاف من الدب الغاضب ولا يريد أن يقترب من ابنه وبينما كان دايسامون عائدا إلى مسكنه تعثر بجذع شجرة مكسورة بكى دايسام الصغير وصرخ آه آه إنساقي تؤلمني لا أستطيع الوقوف ساعدوني ساعدوني سمعت الحيوانات صراخ دايسام فأسرعت كلها إلى نجدته قالت هيا لنساعده يجب أن نحمله إلى الطبيب ليجبر ساقه المكسورة عندما علم الدب بما حدث لابنه دايسامون ركض إلى عيادة الطبيب غاضبا وخائفا على ابنه الصغير لما وصل وجد الحيوانات كلها تحيط بابنه فصرخ لماذا أنتم هنا؟ رد الدب الصغير على سؤال أبيه قائلا كلهم هنا لمساعدتي لقد حملوني إلى عيادة الطبيب ليجبر ساقي كلهم أصدقائي نظر الدب الغاضب إلى الحيوانات الخائفة وقال أنا أعرف أني لم أكن جارا طيبا كنت مشغولا بنفسي ولم أهتم بكم شكرا لكم على اهتمامكم بابن الصغير شكرا لأنكم كنتم جيرانا طيبين منذ هذا اليوم تغيرت معاملة الدب الغاضب لجيرانه لم يعد يحتدي عليهم ولم يعد أحد يختبئ عندما يراه صارت صغار الحيوانات كلها تحب أن تلعب مع ديسمي إذن ما رأيكم يا أطفال في حكاية ديسم؟ والآن إلى اللقاء لنلتقي مع حكاية جديدة إن شاء الله